مازالت حملات الإدانة مستمرة لما حصل في قضاء المقدادية بمحافظة ديالا من قتل وتهجير بحق الأهالي وهذه المرة كانت المناصرة لديالا من الكاظمية ببغداد حيث نظمت وقفة احتجاجية نددت بما أقدمت عليه الميليشيات الطافية ضد سكان قرية الإمامة والقرى الأخرى في المقدادية بالمشاركة مع عدد من وجهاء العظمية نستنكر ما حصل من مجزرة في قرية الإمام والقرى المجاورة لها حيث سقطت عشرات من الضحايا الأبرياء نتيجة الإرهاب نرسل رسالة حب واطمئنان وسلام تضامنية ونسر ونستنكر ونجب العملية الإجرامية التي أودت بحياة الأبرياء من أهلنا وناصرنا بديالا هذه الوقفة المناصرة جاءت ردا على إجرام الميليشيات التي تهيمن على محافظة ديالا وعلى ملفها الأمني وقفة طالب فيها شيوخ ووجهاء مدينة الكاظمية بالحفاظ على الأرواح والممتلكات وعدم السماح للميليشيات من تغيير ديمقرافية ديالا عن طريق التهجير والتجريف نحن وجهاء الشيوخ الكاظمية نستنكر الأعمال الإرهابية الذي تصير على أخواننا وعشائرنا في المقدادية ونطلب من دولة رئيس الوزراء درق هذه الفتنة يجب على الأجهزة الأمنية أن تقود جهد الاستخباراتي والأجهزة الأمنية لأن هذه الناس يجب أرواح دماء يجب أن يحافظ عليها من قبل الدولة وقفة مناصرة لأهالي ديالا في الكاظمية تأتي بعد صمت حكومي تجاه ما حصل ويحصل في قرى قضاء المقدادية من انتهاكات ومجازر ضد المدنيين لتبين أن حكومات العراق بعد عام 2003 خاضعة بامتياز للميليشيات والأجندات الأقليمية